اهلا بكم بعد غياب طويل وقبل من ابدأ الحلقة بتاعتنا دلوقتي انا عايز اشكر اكتر ما 100000 مشترك على دعمهم لقناة اليوتيوب وقدرت احصل على ادرع اليوتيوب وبهديلكم ادرع اليوتيوب ده ليكم قبل ما يكون ليا انا وشكرا جدا تاني مرة لأكتر ما 100000 مشترك اخ واختي ليا طبعا دلوقتي احنا نبدأ مع بعض كده الحلقة بتاعتنا وازاي تقدر تبدأ على اليوتيوب لو انت محتاج تبدأ على اليوتيوب أو تصنع محتوى وتقدر تربح منه دلوقتي فيه نوعين من المحتوى النوع الأولاني هو أنك تقدم محتوى بدون ظهور والنوع التاني أنك تظهر في اليوتيوب يعني على سبيل المثال أنك تقدر تقدم محتوى من خلف الجدران يعني مثلا ممكن يكون معاك تليفون علشان تقدر تصور المحتوى اللي أنت بتقدمه وترفعه على طول على اليوتيوب أو يكون معاك كمبيوتر أو لابتوب علشان تقدر تعمل منتاج للفيديوهات وكمان تطلع بصورتك زي ما انا اطلع دلوقت طبعا دي ليها مميزات وليها عيوب والتانية ليها مميزات وليها عيوب انك تظهر بصورتك انت على اليوتيوب ده بيدي لمتابع ثقة ويعرف مين اللي بيقدم المحتوى وبالتالي تقدر تحصل على عدد اكبر من المشتركين اما انك تقدم محتوى بدون ظهور ده بس بيعرف المشاهد انك بتقدم content او محتوى على اليوتيوب بس شرطي يكون مهم وجذاب جدا جدا طب دلوقتي ازاي تبدأ على اليوتيوب برضو انا مفهمتش النقطة دي علشان تبدأ على اليوتيوب انت محتاج على طول كاميرا تصوير محتاج كمبيوتر عشان تقدر تعمل منتاج ومحتاج كمان ادوات اضاءة علشان تقدر تخلي الصورة بشكل اوضح ولا هلو جودة الصوت طب دلوقتي انت محتاج تقدم محتوى بدون ظهور انت بس محتاج كمبيوتر ومحتاج بس برامج تصوير تقدر تصور المحتوى اللي انت بتقدمه او حتى يكون معاك تليفون بسيط جدا بتصوير المحتوى اللي انت بتقدمه وعلى طول بترفعه على اليوتيوب طب دلوقتي علشان نقدر نبدأ على اليوتيوب انت محتاج تعمل ايه بالزبط اول حاجة انت محتاج ترفع فيديو على اليوتيوب وتتبع اربع خطوات لازم تعملها علشان تخلي الفيديو بتاعك يتصدر محركات البحث على اليوتيوب طيب معروف ان اليوتيوب ليه شروط علشان تقدر تفاعل ربح عليه يعني على سبيل المثال انك تقدر تحقق الاربع تلاف ساعة او الالف مشترك او حتى كمان تحقق الخمسمائة مشترك او التلت تلاف ساعة على حسب ما يقترح على القناة بتاعتك انت لازم تحققها علشان تقدر تفاعل ربح على اليوتيوب كل ده نعرفه بالتفصيل واكتر لكن بعد الفصل دلوقتي زي ما انت شايف كده على سبيل المثال في فيديو معانا على اليوتيوب طبعا زي ما قلتلك فيه اربع مكترحات اليوتيوب ضفالك علشان تقدر تتصدر محركات البحث اول حاجة وهي العنوان والعنوان شرط ان يكون جذاب للمشاهد والاهم ده كله ودي تاني حاجة وهي الصورة المصغرة الصورة المصغرة دي برضو حاجة اساسية وتعتبر من اهم الحاجات اللي موجودة على قناة اليوتيوب علشان تقدر تتصدر محركات البحث اول حاجة بيشوفها المشاهد هي الصورة المصغرة بعد كده بيبص على العنوان خلي بالك بقى من حاجة تانية وهي الوصف والوصف دي حاجة أساسية ودي ثالث حاجة الوصف دي لازم يكون متناسق مع العنوان ومتناسق مع الصورة المصغرة يعني ما تكتبش حاجة في العنوان مش موجودة في الوصف آخر حاجة وهي معنا الكلمات المفتاحية أو العلامات المفتاحية ودي اللي بتخليك تتصدر محركات البحث على اليوتيوب يعني مثلا لما تلاقي أي حد يكتب أي كلمة مفتاحية في محرك البحث على طول بيظهر الفيديو بتاعك تعالوا بنا نبدأ بالعنوان وهو نقل PUBG من الهاتف إلى هاتف التحديث الجديد بتنقل اللعبة من تلفون لتلفون بدون من استخدام البريد إلكتروني أو تسجل بالفيسبوك على سبيل المثال أنا بتكلم على فيديو ده أنت برضو على المحتوى بتاعك أنت اتكلم على المحتوى بتاعك أنت ممكن يكون الربح من الإنترنت ممكن يكون أسرار الطبخ ممكن يكون أي كلام في البرمجة ممكن نقول مثلا كلام في الهندسة اللي أنت عايزه خالص المحتوى اللي أنت بتقدمه طبق عليه المحتوى اللي أنا بعمله تعالوا بديو دلوقتي أنا كتبت هنا الكلمة المفتاحية وهي نقل PUBG من الهاتف إلى هاتف التحديث الجديد طبعا تقل العنوان بتاعك أنت وهي حاجة اسمها الكلمة المفتاحية ممكن برضو تكتب نفس الكلمة المفتاحية بأسلوب مختلف برضو بس شرط أنه ما يزدش عن سبعين كلمة أو ستين كلمة تعالوا بديو دلوقتي هنكتب هنا الوصف والمفروض أنك تكتب وصف احترافي ممكن تروح عندك على TGPT أو الذكاء الاصطناعي ممكن تقترح عليه اقتراح كويس قوي زي من شاهد كده راحت TGPT والطول أن يكتب لي وصف احترافي عن الموضوع ده وكمان بيذكر أهم الهاشتاجات عن الموضوع ده طبعا لما تيجي تبعت له الرسالة دي على طول بيظهر لك قدامك زي ما انت شايف قدامك كده ده وصف الفيديو اللي احنا هنضيفه عندنا في قناة اليوتيوب وكمان قالك هنا الهاشتاجات بتاعتها طبعا بتروح تنسخ كل الكلام ده وبعد كده بتضيفه هنا مع إضافة بعض الرابط الخاصة بالقناة بتاعتك يعني مثلا لو انت عايز تشترك في القناة عايز تتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي دي حاجة بترجع لك انت طبعا أهم حاجة بتضيف الهاشتاجات زي ما انت شايف كده وكمان بعض الكلمات المفتاحية ممكن تضيفها هنا مفيش أي مشاكل طبعا دلوقتي في حاجة اسمها اللي هو التايملاين الخاص بالقناة بتاعتك يعني بتضيف مواعيد زي ما انت شايف كده علشان بيساهل للمستخدم ان هو يوصل للنقطة اللي هو عاوزها طبعا دي أكتر حاجة بيحبها خارزميات اليوتيوب علشان بتخلي الفيديو بتاعك متناصق جدا وبالتالي بيقول لمشاهد ان الفيديو ده متناصق وهيساعدك على راحتك انك تحصل على اللي انت عايزه من الفيديو طبعا دلوقتي لما تيجي تروح عندك تكتب المواعيد زي ما انت شايف كده هنا عندي مثلا بعد خمس سوايني بنتكلم على نقل بابجي من جهاز لاخر في الثانية الستاشر بتنقل بابجي من هاتف لاخر في الدقيقة دقيقة وعشرين ثانية بتقول له هنا نقل بابجي من جهاز بدون فيسبوك عندي هنا دقيقة ثلاثة وخمستاشر ثانية بتتكلم علي كيفية نقل حساب بابجي من جوال لاخر دلوقتي احنا بقى بننزل تحت كده وخلصنا من الوصف وزي ما نقولتك اهم حاجة تضيف الهاشتاجات لانها ممكن تساعدك في تصدر محركات البحث على اليوتيوب تمزل كده تحت شوية ونروح مع بعض كده على الصورة المصغرة ودي اهم حاجة في القناة بتاعتنا علشان ترفع صورة مصغرة بشكل كويس انتك بتستخدم موقع Canva وموقع ده ممتاز جدا في صناعة الصورة المصغرة زي ما انت شايف كده انك بتقدر تصمم الصورة المصغرة بشكل متناسق ترى تتحكم في اي حاجة انت محتاجها وكمان تقدر تتحكم في الخلفيات وكمان الكتابة زي ما انت شايف كده اظن الصورة وطحت زي ما انت شايف كده بتروح كمان تقدر تتحكم في الكتابة تضيفها زي ما انت عاوز او كمان تختار حاجات بصيغة BNG زي ما انت شايف كده مثلا تصميم جرافيك وتقدر تصمم او تضيف اللي انت عاوزه بBNG وبكل احترافية طبعا تقدر تتحكم في اي حاجة انت محتاجها تقدر تحزف اي حاجة كمان انت محتاجها برحتك خالص وتضيف كمان اللي انت عاوزه انا عملت اكتر من صورة مصغرة على Canva وطبعا بتطلع لي بجودة كويسة جدا 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 وانجارة بس انا بتضغط عندك على كلمة مشاركة وتنزيل بتنزلك بأعلى جودة انت محتاجها طبعا النسخة المدفوعة طبعا ده كل ده مجاني لو انت محتاج نسخة المدفوعة ممكن تكلمني في التعليقات وانا ان شاء الله هقولك تبعت الاكاونت بتاعك وهخليك تشترك في Canva Pro دلوقتي دي الصورة المصغرة انت نزلت الصورة المصغرة ورفعتها عندك ما تزدتش عن 2 ميجا خلي بالك من النقطة دي دلوقتي انت ضفت الصورة المصغرة وانت وشطرتك وبخيالك تقدر تضيف الصورة دي وبالتالي هتلاقي المشاهدات بتقدر تجيرك اولا عن طريق الصورة المصغرة طبعا كده احنا خلصنا من الصورة المصغرة زي ما انت شايف كده وبنلجأ لاخر حاجة وهي الكلمات او العنوين المفتاحية العلامات المفتاحية دي دي حاجة اساسية انك تضيفها في القناة بتاعتك بالتالي اي حد بيبحث عن اي كلمة من الكلمات دي بتضاف عندك في اليوتيوب وكمان بتلاقي تظهر الفيديو بتاعك اول حاجة يعني على سبيل المثال لما تيجي تروح عندك على موقع اسمه ري تاجز زي ما انت شايف كده هنا بتكتب مثلا الربح مثلا من ليوتيوب بتكتب مثلا نقل بابجي من جهاز لاخر هتغب بس عندك على كابي تاجز وبعد كده بتروح انت ضيفها هنا وبالتالي هتلاقي نفسك متصدر زي ما انت شايف كده انت متصدر مثلا محارج بحث رقم واحد رقم سبعة في الكلمة دي رقم سبعة في الكلمة دي رقم واحد ف الكلمة دي رقم خمسة وستين في الكلمة دي برضو رقم طلته عشر في الكلمة دي رقم هنا تلاتة وخمسين ف الكلمة دي يعني اي حد يكتب الكلمة مفتاحية Audio لقدمك دي هتظهر معاك البيديو بتاعك من شرط انك تروح تكتب مثلا مثلا البابجي ما تكتب مثلا الربح نكتب هنا مثلا مع بعض الربح من الانترنت وبعد كده هنا بتلاقي في pacifiques اكثر من كلمة مفتاحية بتنسخها وتضفها عندك في العلامات المفتاحية خلي بالك الموقع ده بيختار لك أغلى الكلمات المفتاحية اللي بتخلي الفيديو بتاعك بيتصدر على اليوتيوب طيب دلوقتي احنا تكلمنا على الأساسيات اللي تقدر تعملها في القناة بتاعتك خلي بالك بقى من النقطة اللي جاية دي زي ما أنا بقول لك كده في حاجة مهمة جدا 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 إنك لازم تعملها علشان تخلي الفيديو بتاعك يضرب كده مشاهدات عالية يعني أنت محتاج تحقق الـ 4000 ساعة والألف مشترك سيبك من كل اللي فات وركز على اللي جاي دلوقتي انت في الوطن العربي بتعمل فيديو باللغة العربية ليه ما تخليش الأجانب أو الدول الأوروبية ان هما يتفرجوا عليك كمان وكمان تقدر تترجم الفيديوهب بتاعتك لأي لغة انت عاوزها ركز معي في النقطة اللي جاية دي في حاجة اسمها الترجمة وعلى اليوتيوب زي ما انت شايف كده بتروح عندك على الترجمة وزي ما انت شايف كده الفيديو مترجم لأكتر من عشر لغات زي ما انت شايف قدامك كده مترجم للألمانية والإنجليزية والبرتغالية والتركية والصينية والفرنسية والهندية واليابانية وطبعا تقدر تترجم اللي انت عزوا فيه ترجمات تلقائية أو فيه ترجمات بتكتب لوحدها انت المفروض تكون انت جاهز لها يعني سبيل المسال بتروح عندك بتعمل إضافة لغة وبتروح عندك على اللغة الأسبانية بضغط عليها ضغطة كده وبتقول لنا الترجمة وبعدك بتقول لنا الترجمة التلقائية زي ما انت شايف كده بترجم بشكل تلقائي وبعد كده بتغط عندك على كلمة نشر وعلى طول بيترجم الفيديو بتاعك باللغة الأسبانية زي ما انت شايف كده كذلك برضو العنوان والوصف انت محتاج تترجم للغة الأسبانية بتروح تتحدث هنا العنوان طبعا جوجل ترانسليت مش هيأثر معك وكذلك برضو الوصف زي ما انت شايف كده ضفنه هنا وتقول له هنا نسخ وتقول له نسخ هذا العنوان وهذا الوصف بتنسخ كل الكلام ده وترجمه وتنسخ كل الكلام ده وترجمه وتقول له هنا نشر اي حد في اسبانيا هيتفرج عليك مجارة بس ما بيكتب الكلمة المفتاحية بتاعتك هيتفرج عليك باللغة بتاعته هو كذلك برضو لما يجي يفتح عندك بقناة اليوتيوب او بيفتح الفيديو بتاعك انت نروح تاني كده للفيديو ندور عليه ادى الفيديو كده ونروح عندنا نعمل مشاهدة على اليوتيوب تمام في حاجة اسمها هنا الترجمة زي ما انت شايف كده الترجمة دي بيقدر يشغلها زي ما انت شايف وبيقدر كمان يقرأ الترجمة اللغة هو محتاجها يعني مثلا بتروح عندك هنترجم مثلا اللغة الالمانية زي ما انت شايف كده اتحول معنا الترجمة للغة الالمانية طبعا دي حاجة ممتازة جدا تقدر تفعالها عندك في قناة اليوتيوب وكمان هتقدر تحصل من خلالها على مشاهدات وبالتالي تقدر تحقق الاربع ترى فساعة والالف مشترك ودي كانت احد اهم طرق ازاي انك تبدأ على اليوتيوب كده انا شرح انتهى اتمنى يكون شرح عجبك ياريت لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تشايره او تحفظ الفيديو ده عندك عشان ترجع له تاني وتدعم البلايك وسبسكرايب القناة وان شاء الله معاكم نوصل للمليون مشترك بازن الله شوفكم في حلقة جديدة دمتم بخير ومع السلامة